اشتركوا في القناة فبدل ما نفرح نخرج بزيادة في الوقت نخرج بمشكلات نخرج بمحتاجين بعد كده العلاج لانه احنا زودنا انا شوفت ناس والله حرفيا في العيد الكبير تحديدا بيتسبقوا على كل واحدة هيكل قد إيه لها وللعلم يعني انه اكل اللحمة كتير او اكل اللحمة الحمراء يعني حسب الكثير من الدرسات المتبعة انه مرة في الاسبوع تكفي كثيرا مش يوميا او يوم بعد يوم زي ما فيه ناس كتيرة بتعمل ده فهتيجي انت في العيد تقوم واخدلك 2 كيلو 3-4 كيلو 5 كيلو لحمة على مدار 3-4 تيام بتوع العيد وهترجع بعد كده تشعر ببعض المشاكل وخاصة الناس اللي بتاكل اللحمة مع الدهون البيضة او مقلاده مش بس كده قدنا الكحك والبسكوت والبتيفور والمش عارف ايش وقت حاجات كده توابيت موجودة في صفرة الاسرة المصرية ولازم الناس تاكل منها نهيج بقى عن الفتة ما شاء الله يعني لازم الفتة دي لازم تفت الصبح يعني انت لو ما خدتش فتة الصبح يسقط عنك فرحة العيد يعني فلازم فدي طبعا حاجات بالتامع مشكلات كبيرة جدا واعتقد انه خاصة الناس اللي اصلا عندها مشاكل في تزداد المشاكل خلال هذه الفترات التالت مواسم في السنة اللي اعتقد ان هم ممكن ان نديرهم بشكل يكون افضل من ذلك بكثيرا مرد معي الدكتورة صفوحي سينا خصائي التغذير على الجهة احنا اتكلم في هذا الموضوع بشكل اخبار تفصيلي دكتورة صفوحي براحب بك اه بحضرتك منوراني دايما ان شاء الله قوم الثاني جدا ربنا اي كلمة عادة كل سانة وحدة طيب من طيب والصحب السلامة وكل المشاهدين طيبين وبالف زحة وسعادة وان شاء الله يلتزموا بالكلمتين اللي احنا مفترضا هنقولهم في هذه الحلقة ان شاء الله عشان خاطر يعني نشعر بزيادة رفع الوقت شوية عند المشاهدين عشان نقلل بعض العادات الخاطئة او السيئة عندهم بإذن الله التغذية العلاجية او التغذية الصحية في العيد بداية كده مفهوم التغذية العلاجية لو في حد ما يعرفش المفهوم التغذية العلاجية معناها ان انا بيضبط الاكل بتاعي بمعنى ان انا بياخد الكمية اللي انا محتاجاها من العناصر الغذائية المطلوبة سواء من الفيتامينات سواء من المعادن سواء من الدهون من الكاربوهايدريت سواء من البروتين ولازم باخدها بالنسب اللي هي مفوضة ان الواحد ياخدها وللجسم بيحتاجها ده هي تعتبر اسمها التغذية العلاجية ان انا بخط الاكل بتاعي في اللي هي النسب الصحيحة عشان اوصل بالاداء بتاعي لاحسن اداء سواء الفيزيكال اللي هو الفيزيائي انه هو والحركي وسواء العقلي المنتلي كله لازم باوصل به لاحسن اداء فيه كل ما كان مستوى الادراك والتذكر بيكون افضل بكتير كمان اكيد تمام والاعطاء كمان والعمل كل الحاجات دي طبعا لما انا باكل كويس وباكل صحي اكيد اكيد باوصل لاحسن حاجة انا ممكن اعملها كويس انا دخلت في البداية الحلقة كده في المشاهدين شمالي لا انا اوي وانا عارف ده واموت تعمل ده نظرا لانه تقلمنا كتير اوي عن فكرة التازم يا جماعة بنظم بنظم غذائي حتى فيه فترة وجود اللحمة كتير مش هتطير ده مجد يعني تخليها وتبدأ تاكل منها والهدف من العيد الاطحية او عيد الاطحى مش ان احنا ناكل لحمة كتير لا نتصابق في اكل اللحوم بالعكس ده نشعر بالفقراء ونعطيهم وناكل على قدر معدتنا يعني تمام كرام حضرتك سليمية في البية احنا نحب نقول ان احنا النظام الاكل بتاعنا لازم يكون هو النظام العام بتاعنا مفيش حاجة اسمها ان انا بعمل نظام لحاجة محددة او علشان اوصل لحاجة محددة لا هي المفروض تكون لايف ستايل لان الاكل الغذائي الصحي ده هو اللي هيوصل بيه لأحسن اداء موجود زي ما حالتك بتقول ان احنا المفروض ان الغذائي الصحي عندنا او عمتا الاكل بتاعنا المفروض ان هو مايبقاش فيه حاجة محددة باخدها بنسبة كبيرة جدا لدرجة ان هي الحاجات التانية او النيوترينز التانية او اللي هي المغازيات التانية ان انا ابتدي ان انا ماخدهاش المفروض ان انا بوزعها على الكاتيكوريز بتاعتها انا عندي ست مجامية في الهرم الغذائي بتاعي المفروض ان انا باخد منهم كلهم بنسبة محددة علشان يبقى الوجبة بتاعتي متكاملة كويس عندنا اطفال تمام ومرهقين تمام وشباب وكبار وكبار في السن تمام كم عدد السعورات الحرارية اللي مفترض كل حد من دول مفترض ياخدها وياخدها في قطعة قدئية مثلا تمام السعورات الحرارية عشان نحسبها دي بنعمل لها اكويشنز كده معدلة كده اكيد معدلة وبتختلف من الاطفال للكبار لالدول السنت او اللي هم كمان في الناس المراهقين بتختلف فيها انا عندي بالنسبة للاطفال بعمل لها تشارت بيبقى عندي في الوزن وعندي الطول وفيه كمان ممكن استخدم حاجة اسمها الباديمس اندكس اللي هي معدل قطلة المؤشر قطلة الجسم فيها هنا انا بعرف اذا كان الطفل ده لغاية مثلا 18 سنة بعرف اذا كان هو اندرويت ولا في نورمال ويت ولا اوفر ويت عندي بقى لهية من 18 سنة فيما فوق بيبقى في عندي معادلات واشهرها هاريس بيندكس ببتدين ان انا ادخل فيها الوزن والطول والعمر لاني مش مقدرش ان انا اقول ان مثلا تلايت عندهم نفس العمر هياخدوا نفس الكلوريس ببيرديل لا مفروض ان هم بيختلفوا بناء على الوزن والطول والعمر وبعد كده باطربها في حاجة اسمها معامل الحركة لو خدنا مثال كده يعني دايما الامثالة بتخلي الناس تحفظ اسرعك لو الطفل مثلا وزنه 40-50 كيلو وطوله مثلا يمتصق طول الاطفال اعتقد اديه تقريبا يا حسب عمره يعني تقريبا 7-8 سنين 7-8 سنين ممكن نلقي مثلا لو قلنا 30 كيلو هيبقى كويس معي مع 140 سنتي مثلا 150 سنتي هايبقى كويس معي ده كده ممكن يدخل في نورمل ياخدوا سعرات حرية دي بصي بالنسبة للاطفال احنا بنديهمش حاجة اسمها سعرات حرية الاطفال احنا بنأكلهم اكل صحي انما الاطفال مفروض او ده المفروض انا اتكلم عن اللي بيأكلوا من الشارع بيأكلوا الفاست فود ده تقريبا لا ما هو انا المفروض ان انا ما بديش للاطفال الفاست فود ما بديهمش حاجات المقليات ما بديهمش الشوكولاتات بكمية كبيرة المفروض انا كماذر ببقى عارفة ايه هي التغذية اللي هي الصحية المفروض ان انا بديهاله انا مقدرش ان اقول للاطفال ان انا همنعها من حاجة لكن على اقل ان انا يئمة هديها قطعة صغيرة منها يئمة ان انا هقننها خالص يعني مفروض ان انا الفاست فود ما يجيبهوش اصلا من برا المفروض ان انا لو هعمل حاجة هعملها من جوه ليه لان فيه حاجة اسمها الزيوت المهدرجة الزيوت المهدرجة دي بتبقى محتوطة في الفاست فود بكمية كبيرة المفروض ان انا بتدي اطعامها غير الاطعامة اللي موجودة في البيت والزيوت المهدرجة دي المفروض ان انا تبقى 0% برميل او كبارها من نظامة الصحة الحرامية حطت 0.5 جرام برميل فالمفروض ان انا امنعها تماما فما ينفعش ان انا جيب حاجة من برا وديها الاطفال الاحسن ان انا اعمل البورجر او ما ينفعش واحنا عارفين انه ما ينفعش بس احنا عارفين ان الاكل الكتير ما ينفعش او استرنابر كلم على فكرة ان الامهات معظمها دلوقتي ما بقتش فاضية من القدر الكافي انها هتعمل اكل اصلا صحي لجزها شتعملوا العيالة كده هنسأل مع بعض دي حقيقة وايلا ما كنتش شفت اطفال وزنهم زيادة معتمد كل الاعتماد على الوكبات من الشارع او فكرة مش الانتقاد على قد ما هي فكرة انه بندق نقوس الخطر في امور يعني مش ده الصح يعني مش ده الصح ان الولد ياخد له 20-30 جنيه يجيب بيها غدا من بره عشان هي تروأ دماغها ونرجع لنقطة دي تحديدا بس نروح لفاصل ونرجع مرة تانية ونرجعنا لكم مرة تانية ونكملين معاكم فاكرتنا النهاردة بنتكلم عن التغذية الصحية او التغذية الصحيحة في فترة العيد وكنا بنتكلم عن انه الكثير من الامهات ما بتعملش وجبات صحية للاطفال وبالتالي ده ممكن يعمل عندهم زيادة في الوزن وبالتالي بنلاقي اطفال بيروحوا دلوقتي عند المتخصصين او اخصصين العلاج السمنة لعلاجهم المشكلات وفي اطفال اخرين بيحصل لهم مشاكل في النمو بيحصل النمو بشكل مش بالشكل الطبيعي ومش بالشكل السليم ياما نحافة ياما زيادة في الوزن ايه يا دكتورة الموضوع بتاع فكرة انه الناس بتعملش اكل في البيت انا مش عندي الوضع ده على فكرة انا مش متحامل على الانسيات ولكن الفكرة بجد انا بيصعب عليها لما لاقي طفل او طفلة سنه صغيرة معتمد اخطر من 70 او 2% من وجباته على التكوية هو ساعات معا الاعباء الكتيرة دلوقتي وان الستة طارت ان هي تنزل عشان تشارك الرجل علشان تشين معايا اعباء البيت فبنلاقي ان ساعات ان هي بترجع من الشغل فعلا منهكة او ان هي ما بيبقاش عندها الوقت الكافي ان هي تعد الاكل الصحي للأطفال احنا بنقول على الوضع اه مش كله على طول يعني هنقول ممكن نديها لأصر اه حابتك مش متحامل تماما خالص لا انا دائما متحامل على كل ما هو خطأ يعني على كل ما هو غير طبيعي لان انا ما اعتقد ان الطفل هو امانة نفس الامانة اللي انت ممكن يعني هو جزء من الامانة القبرى او العظيمة الاب والاب في الحياة حكي طبعا فتحامل اي تحامل حميد مش تحامل طد او انا مع حضرتك جدا على فكرة لان هي لو ما اخذتش بالها من طفلها هو هينشأ صحيا مش كويس فده هتبقى حاجة مش كويسة اصلا اه واحنا نقدر نقول لو انت مش فاضي على اقل احنا ممكن ننقي الاكلات الصحية او الاكلات اللي احنا ممكن ان احنا نديها للاطفال من غير ما نزود السعرات الحرارية بتاعت اليوم او من غير ما نزود كمية الدهون اللي هو هياخدها بالسكريات يعني على الاقل لو جبنا شوكولت ممكن نجيبها للداركة شوكولت مش لازم نجيبها اللي هي فيها كمية من الدهون عالية وكمية من الملك وكمية من السكريات عالية نحاول ان احنا نجيبها للداركة شوكولت وتبقى قطع صغيرة ما ننتيش للطفل القطع الكبيرة قوي دي اللي هي يقعد يأكل فيها ويأكل تاني لا المفروض نحنا نقنن لو احنا هنشتري اكل من برا نحاول ان احنا نخليه الجريلد اللي هو المشوي نخليه اللي هو بعيد عن الحاجة الفرايد ما نجيبهاش مقليات ما نجيبهاش حاجة فيها صصات كتير ما فيهاش المايونيز والكاتشاب وما ايلا زيك لان كل الحاجات دي بتيجي بالسلبة على الصحة بتاعة الطفل احاول ان انا دخل له كتير خضار ده ما فيهاش مشكلة ده وانتي واقفة هتقطع شوية خضار وتحط عليها لمون معه تديه للطفل في شكل حلو هو الطفل بيجذبه الالوان وبيجذبه الشكل اللي حاجة تفهمك السبات اللون والطعم الرائحة زي لا فانا بالزبط كده فانا لو انا عملت اللي هي الخضار فيه شكل صحي وشكل فيه الالوان نوعت ما بين الطماطم والخيار ومع الفلفل حتى لو كتع كبيرة ما بقطعش كتع صغيرة عشان ما يحصلهاش اكسادة وبحط عليها لمون عشان اديله فيتامين سي مع المنرالز اللي هو بياخدها ولو فيه حاجة فيها حديد طبعا فيتامين سي بيحسن الانتصاص بصع الحديد فانا بكده بديله حاجة مهمة جدا هو محتاجها لها الفيتامين والمنرالز عشان ان هو يقدر يحارب الميكروبات لو انا مثلا برضو ممكن اعمله الفروت صلاة ممكن لو انا شوف الفكهة المسلمية وقطعها برضو تكون الوان تجذب انتباه الطفل كمان فيه نوع معاية من الحاجة ما بيحبهاش لو انا قطعتاله صغير او عصير او اعملتاله عصير ممكن ياخدها يعني في بعض الاطفال في بعض اللبن مثلا دي حقيقة مش عادة يشرب لبن يعني بيور كده ياخد الكوبايت اللبن ويشربها دي حقيقة فهو ممكن احطوله اللبن على اي حاجة واعصرها وادهيله على هيئة عصير موز بلبن مثلا بالضبط كده حضرتك كلامك سليم احنا بنعاني جدا في موضوع اللبن والبيض الاثنين دول بيبقوا صعبة او انا ادخلهم للطفل وخصوصا لو هو لسه مش متعود عليه فانا ساعتها بنقول للمدر زي ما حالتك بتقول كده ان احنا ممكن نعمل اللي هو الموث او اللي هي ملكة شك او اي حاجة بتبقى عبارة او بنعملها في البيض بتبقى عبارة عن لبن مع زبادي وممكن مع عسل مع ساعتها فراولة وهيبقى الطفل متقبلها وهيحبها وهتبقى فيها افايدة كبيرة جدا بالنسبة للبيض بنقول لها ممكن تعملوا على هاقة الكريم كراميل او ان هي ممكن تحطوه في كيك او اطيفر بس هي بتبقى محتاجة شوية ان الام تسعة شوية وان هي تفنن وتدي من وقتها للطفل عشان يقدر ان هو يستفيد مع عناصر غذائية فيامه نموا سليما وصحيا ان الاطفاء الجيل اللي تطالع ده حيز انه عنده مشاكل كتيرة قبل ما يطلع يرفيعين قوي عندهم جفاف او وزنه زيادة من الصحة او وزنه زيادة مرض يعني وده اللي مشكلة اللي بقيت دايما بلمحها لما بعدني من جنب المدارس ابتدائي وحضانة واعدادي بحس انه لقى فيه مشكلة فيه لا مش دول انا مكنتش كده اقول لحضرتك ليه اولا احنا عندنا عدد خاطئة في التربية يعني احنا دايما نقول للطفل يعني حط له طبق محترم كده واقول له كل اللي قدامك وبعدين بحط له ثواب عن الاكل يعني يقول له انت لو كلت اللي قدامك هديك حاجة حال وقت لا مش هديك حاجة حلوة هخرجك هواديك كذا فانا دلوقتي عملت ان العقاب بتاع الاكل والثواب الحاجة التانية اللي هو هيثاب بها فانا كده انا خليته يجبر على ان هو ياخد كمية كبيرة معظم الاطفال بتبقى المعدة بتاعتها لسه صغيرة فهو المفروض بياخد كمية صغيرة كل فترة على قد المعدة بتاعته طب انا دلوقتي اكبرده ان هو ياخد وياخد الطبق ده بحاله هيعمل ايه هيكله غزبا عنه وكده انا زودت المعدة بتاعته معه بالفترة بطايم باي طايم هلاقي ان المعدة بتاعته بتتسع بتتسع تاخد بقى هو بيطلب اكل اكتر وده طبعا مش مطلوب تاني حاجة احنا معظم دلوقتي الاولاد او الاطفال بيقعدوا قدام التلفزيون او قدام الاكس بوكس او قدام اي الموبايل او قدام التابلت او اي حاجة فيها الاكترونيكس ويقعد قدامها بالساعات مفيش حركة تماما عكس ما حضرتك وانت صغير زي ما حضرتك بتقول كده احنا كنا بننزل ونلعب ونتحرك ما كانش عندنا حاجة بتقعدنا بالعكس انت حتى لو قاعد في البيت كنا نجيب اي حاجة ممكن نلعبها بالي واتفر وتلاقي نفسك عمال تتحرك تتحرك تطلع على الحيد فهتلاقي نفسك كنت في حركة دائمة فكان احنا الجيل بتاعنا ما كانش فيه دلوقتي الالكترونيكس اللي احنا بنوض عليها بالساعات هو اكتر من ثلاث ساعات في الدراسات الحديثة يا دكتور صفاء المدمر للمخ اكتر من ثلاث ساعات للاطفال في دراسة عملت على اكتر من 12 الف طفل في امريكا قالك انه بلوصل الطفل على الهواتف الزكية والالعاب والالترونيك اكتر من ثلاث ساعات بتحمل مشاكل عندهم بتوصل للأوتزم وتوصل للأوسيدي ومشاكل كديرة جدا التوحض يعني فالأمهات او الآباء كمان دايما الترافين لما يسيبوا الطفل لفترة جديدة جدا هم بيبقى فيه مشكلة في حق الطفل وفي حق نفسهم كمان لانه بعد كده هيعانوا من كمان اكيد طبعا اكيد طبعا نرجع نكمل بقى موضوعنا الاساسي وهو احنا اخدنا كده نبزة عن الاطفال تغزية للاطفال نرجع مرة تانية نتكلم عن الطفل في العيد ايه الحاجات او ايه الوجبات اللي اديه له في ايام العيد كده عشان مزودلوش لحمة كتيرة لانه لما تديره 3-4-5 قطع يأكلهم اعتقد ان الموضوع ما بيكونش حلو على قدم ان هو مؤذي او مضر او احنا عايزين نتفق على حاجة ان البروتين زعمتا لما بتدخل في الوجبة المفروض ان هي ما بتبقاش بكمية كبيرة جدا اولا انا الجسم بتاعي ما بيستفدش باكتر من 30 جرام من البروتين في كل وجبة فانا لو اخدت كيلو لحمة 2 كيلو لحمة انا جسمي مش هيستفيد غير ب30 جرام او لو هو اثليتك رياضي ممكن ان هو يستخدم كمية اكبر بس النيت ريزولت ان انا مش هيخد الاتنين كيلو دي ليه في كتاك محمة قد كده مش 6-7-8 كتاك او 30 جرام دي ممكن نلاقيها في 150 جرام لحمة ايوه 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 مش ان هو النص كيلو كيلو اللي مالذيbeh احتحنا المفروض ان انا مبزودش بروتين ولا ليه كوبار وليه صغر احنا لينا بين Surface وللمفروض ان بكتاكي المảnين باخده في بتاعي بروتيين باخده فطار وغده عشاء مش بعمله لميطأته في وجبة وحدة لأي جسさん مش هيستفيد بitations بالنسبة للاطفال طبعا احنا المفروض ان احنا بنيبتدي معاهم الصبح فطار عادي educational training لماذا نفتت الصب؟ لا المفروض ان احنا بنادي فطار عادي جدا حسب كل بيت لو الطفل بيأكل كورنفلكس مع اللبن اوكي مع عسل وممكن احط عليه حبة قرفة ده تبقى وقبة متكاملة ممكن لو بيحب البنيلة باللبن برضو دي وقبة متكاملة لو بيحبها ممكن لو بيأكل فول وعيش ماشي اوكي بس العيش طبعا مش هدي كتير هدي حسب ما الطفل بيأكل وحسب العمر بتاعه ربع الغيف نص الغيف بالكتير مش اكتر من كده مع الكمية الفول بتاعته وحطله اللمون معاها ودي الواقبة الفطار العادية اللي ممكن اي حد يأخدها وياريت طبقة صلطة معاها حتى لو صغير ده بيبقى كويس جدا الكبار بقى الكبار اه مفتت الصبح انا مفتتوش مفتتوش ليه؟ يا كصرنا كده تابوت من التوابية الغزة عند او الفطار عندك كمية مصرية كيف الفتة تبقى جاهزة تريمة من اول يوم العيد هو احنا عايزين اقول ان الفتة اصلا فيها كمية نشويات كبيرة جدا لان هي بيبقى فيها بالضبط كده لان هي فيها عيش ورز يعني احنا دايما كتغذية احنا بنقول يا عيش يا رز ودايما كمان بنقول العيش البلدي بيغلب عندنا عن الرز علشان هو في كمية من الالياف بتبقى عالية فبيبقى الكالروز بتاعته اقل شوية وفي نفس الوقت بيديني احساس بالشبع لفترة طويلة كما انه هو ما بيرفعش سكر الدم مرة واحدة فكل الحاجات دي بتخلي الهيلس بتاعتي احسن فانا كن ان احط الرز ومعاها العيش واللحمة لا وفيه كمان حاجة الشربة ويا سلامنا وشربة دوني اديها بقى لا طبعا كده بيبقى هي الوجبة دي الواحدها بتبقى دسمة جدا حتى على المعدة انت لو حتى هتاخدها هنقول انا اخدها انا اخدها في الايد ما نخليها جي الصبح علشان إحنا الصبح لسه اعيزينjال هضم بتاعنا يبقى قويس وعايزين تبدئ راحة ولوحده كدة مش يصحى الصبح امي ديها فترة في رزة في شربة في لحمة ولحمة بقي ناجع هالحمة في عنديوا اللحمة الضاني اللي هي بتبقىش فاتى ميت اللي هي بتبقى orangنان بالدهون طبعا احنا مفروض ان ما Ηنا خدش منها كتير بناخد منها biraz ولمفروض ان الاحسن ان احنا ناخد اللين ميت اللي هي بتبقى اللحمة الحمرة بس إحنا في ناس بتحب الضاني فإحنا بندرش أن إحنا أقول لها لأ بس بنقول لها بتاخد بالكمية المحددة فأنا مقدرش أقول لها أخدي فطار وغدا وعاشا لحمة ضاني وأول يوم العيد وتاني يوم العيد ولما تروحي لتيتا أخدي اللحمة ولما تروحي لجد وروحي لا أمين فعش خالص يعني فإحنا سعيتها وفي العيد ببقى أنت بتعمل أيام كلما تروح تزور حد إحنا عدنا لحمة الفترة يوم طالع لك بشوية لحمة إحنا يتغدى مع بعض تعدي يا أم شرك طالعي والله يعرف أنه معليك عندك لحمة يعني مش المعتاد أن أنا روحي زورك فيبقى الطبيعي أنه بدأ الموز وبارطقان مثلا وكبيات شاي وأطبق لحمة عارفين أنه أنت عندكم لحمة وأنه يعني الدنيا خيرها كتير عندكم فكرة الاعتقاد ده أنه تقديم اللحمة باستمرار في العيد وأنه أكل اللحمة كتير في العيد ده ممضم بعد كده يسبب لنا البروتينز عمتا لما بتكتر بتعمل لودين كامد جدا على الكيدني علشان اليوريا اللي فيها وكمان بتعمل ممكن تعمل ستونز عشان يوريك أسد وتعمل دائل عظمة الجوت حضرتك طبعا نعرف لأن اللين ميت أو اللحمة الحامرة عمتا أو الحاجات اللي فيها اليوريك أسد بكمية عالية دي بتعمل لي مشاكل وبتعمل حصوات اليوريك أسد سواء إن هي في الكيريا وممكن بعد كده تعمل كمان الجوت اللي هو منحس زي شكة كده في الكعب وتحس إن رجليك فيها شك ونغز جامد جدا رغم إن إحنا بنسميه دا العظمة طبعا لأن مش كل الناس بتاكل اللحمة بكمية كبيرة بس اللي بيأكل اللحمة بكمية كبيرة بيحصل له الموضوع دا بيحصل له دا العظمة نغز التلفوني أستاذة نادا أهلا بيك أستاذة نادا ألو السلام عليكم وعليكم السلام الفضالي يا نادا اتفضلي انقطع لاتصال مع أستاذة نادا تكلمينها تانية نازم تيجي عندنا لحمة دلوقتي عند اللحمة تقريبا سيب اللحمة على النار على النار فاتلة الحقيقة اللحمة طيب نكمل إحنا كنا نتكلم عن فكرة أنه أكل اللحمة كتير بيسبب مشاكل صحية وخاصة اللحمة الضاني لأنه فيها نسبة دهونة عالية بالضبط كتير لكل اللحمة أي بقى يعني أفضل أنوها اللحمة أو أي أنا يحطة في اللحمة حلوة أولا اللحمة احنا ممكن نقول نبعد عن الضاني وممكن نأكل بقى الكنتوز ساعتها أو البتيلو الضاني دا اللي هي لحمة نتسميها لحمة ملبسة ولحمة ميشانة دهون لحمة الخروصة بالضبط كتير تعموها جميل وكل حاجة بس بيبقى فيها كمية من الدهون عالية جدا جدا ما تنفعش خالص ناس مثلا عندها ضغط عالي ناس عندها قلب مرض القلب ناس عندها كوليسترول عالي كل الحاجات دي ما أقدرش أن أنا قدي ساعتها لحمة فيها كمية دهون عالية فبضطر أن أنا أدها لحمة فيها كمية دهون أولئية اللي حنا بنسميها اللين ميت اللي هي اللحمة الحمرة اللي حنا ممكن نأخدها من الكنتوز ممكن نأخدها من الضاني وفي نفس الوقت كمان بنقي الحتة اللي هي متبقاش فيها كمية كبيرة من الدهون طب أنا جاءت لي بدهون مفيش مشكلة أنت ممكن تشيل الدهون تحتفظ بيه حتة اللحمة فيها طب الشربة أنا عايز أشرب الشربة طب دلوقتي كل الفاتس نزلت في الشربة المفروض أني أنا أعمل إيه؟ كلها كل الفاتس نزلت في الشرب طي قبل ما ناخد الإيه اللي نزل في الشربة خنا ناخد صغط الفن أستاذا سامي أهلا بيك أستاذا سامي أستاذا سامي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفضالي عايز أسأل الأكلة الصحية في الأكلة الصحية في العيد الكوارع ولا الفتة الكوارع ولا الفتة طيب الدكتورة هترد على حضرتك فيه استفسار تاني يا أستاذا سامي نعم فيه أي استفسار تاني لا شكرا شكرا جزيلا لاتصالك طيب محمد أهلا بيك يا محمد أهلا السلام عليكم وعليكم السلام يا محمد كل سنة أنت طيبة وأنت طيبة أخبار الفتة إيه؟ لا كله تمام طيب تمام فضح لي الدكتورة محركة أنا عندي المعدة تعباني يعني عندي تعب في المعدة كنت عايزة أكلي غزي بس أبس أبكت لا تابش في المعدة تمام بأس ألي يعني فيه أي المشكلة الموجودة في المعدة يعني تعباك ايه مشكلة? انا عندي جرسومة في المدى ايه اكيد اتعبني. بتاخدي علاج ليه او لا? انا باخد علاج او اعشاب. اعشاب ولا علاج? باخد الاثنين. الاثنين? تمام. الدكتورة هترد على حضرتك. اي حاجة بطولة بحسة انا تعباني. خلاص الدكتورة هترد على حضرتك يا ام محمد. شكرا جزيلا لاتصالك يا ام محمد. طيب استاذ ساميك انا بتتكلم الكوارع اه احسن. الكوارع ولا الفاتة? ولا الفاتة. طيب هما الاثنين في الاول هما سعراتهم الحالية عالية جدا. تمام? احنا لو اتكلمنا في الاثنين ده هيدخل الكاتيوري بتاع الكاربوهايدريد بالنسبة عالية جدا. من ده هيدخل نسبة البروتينز والفاتس بالمية عالية جدا. اه مضع الشربك لنتكلم عنه. اه. شربك اه. اه. ماتجيش حاجة في الكوارع دلوقت. الكوارع برضو اه. هي هي مرتبط ارتباط وسيط. بصلابة الرجل. وبصحته. تمام. وبرضو بتدي باور عند الطرفين تحديين وخاصة الراجل يقول لك او راح اقول الكوارع كراحس انه انه هيهد حيطه تقريبا. ماذا صحة الكلام ده من عدمه ومحمد تبدأ. وساميا. تبدأ بالكوارع ولا تبدأ بالفاتة ولو يعني الراجل نفسه فيها. وهي نفسها فيها. القدر اللي ممكن يخضوه منها. هو الاختيار صعب بقلتني يا صراح. اه. لا يعني زي ما نقول ايم هو اذا امرت ان تبطاع فاقبل مما يستطاع. لا احنا هنقول اللي احنا اللي احنا هنعمله عن متن في العيد برضو عشان واحد ما يشدش قوي على الناس برضو. اه. فاحنا هنقول ان احنا هتاخد ماشي فاتة بس بكمية صغيرة. يعني ما 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 تتجاوشتي الطبق الصغير. وقطعة واحدة من الكوارئة جنبيها ده هيبقى كفاية وزيادة وغطة وكل حاجة احنا عايزينها في البطنة. اه يعني ممكن ياخد اه يعني طبق صغير. طبق صغير ونصغر الطبق برش الطبق الصغير. كل واحدة على طبقه. انا بقولها الطبق. لأ كل واحدة على طبقه. يعني ده نسبالي كده صغير. ده نسبالي انا كده صغير. لأ احنا هنقولك طبق. فطبعنا يا جماعة طبق صغير. طبق صغير. طبق صغير. اه طبق صغير. الطبق الصغير ده. وكتعة كتعة صغيرة. وكتعة يا جماعة من اللحمة. صح كده? تمام. يعني كتعة صغيرة وطبق صغير يعني على قد نفسك زي ما بيقوله. يعني مش لازم. بالزبط كده. احنا هناكله علشان ما يبقاش نفسنا في حاجة طبعا انا ما بحبش نصغر المنعي خالص. بس دايما لما بقول ان الواحد هيكل بيأكل كمية بس يأكل كمية مع عقولة وكمية صغيرة. انما ان انا ازود في الحاجة دي هيبقى ليها اضرار بعد كده. اه وطبعا لازم يكون جنبيها الخضار لازم يكون جنبيها سلطة. ولازم بعد كده تاخد شوية مشروبات حارقة علشان تبتدي تسيح الدهوة. ايه ده المشروبات الحارقة دي بقى? هتاخد كل المعلومات مروعة ده بقى? انشان ده المشاهد. لا خلاص ميش. انا ممكن اقول المعلومات موش. المشروبات الحارقة احنا بناخد منها الجريل تي وده الشاي الاخدر هو بيحرق كمية محترمة من الدهون بس مش لوحده برضو. بنادي معاه طبعا ده بيبقى كوبية وطبعا يستحسن ان هو يكون انسويتيند يعني انا ما كنتش باخد حاجة بتحرق وااخد معها سكر اللي هو هيكليني ااخد كالوريز. يعني تاخد شاي اخضر بدون سكر. اه او السكر لو ااخد كمان ي OP,L sendoدا. كيفاء اللي انت خدته في الكوارع وخدته في الفتى. اه 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 او احنا ب130 جنزبيل مع القرفة. ده بيعتبر مروح من مشربات الحارقة ومشربات الى بتاعها كثير احنا لان نخلvat جنزبيات والكربوَ هيدريد وHA Athlete. احنا برضو مننصح به لوحد اخد اه اخد اه 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 او كالفتى او كالفتى او كالكوارع haah or احنا بنحاول يعني على الاقل هتجيب نتيجة حتى لو ليلة مع كمان ان هو لو تحرك شوية حرق شوية من الدهون يعني ماشي مثلا 100 كيلو ولا 200 كيلو هيبدأ ان هو الدهون ممكن تقل شوية مش هيبقى زي اللي اخدها ونام او اخدها ما تحركش خالص ولا شرب اي حاجة تانية خالص في عندنا كمان الشمر ممكن كمان مشروب من الشمر وممكن نحط عليه كامون ده برضو بيبقى من الحاجات الكويسة جدا كمشروبات ممكن ان هي تقلل شوية من الافكت الدار اللي احنا اخدناه ومحمد بتقول ان هي عندها جرثومة في المعدة وجرثومة المعدة دي بتسبب مشاكل خاصة في الناس اللي عندها كل ما يتاكل حاجة تشعر بقلم اثناء الاكل افضل الوجبات الغذائية الصحية او الصحيحة اللي ممكن ام محمد لو اتبعتها مش هتشعر بقلم في نفس الوقت الموضوع هيمش معها بشكل وسيط احنا عايزين نقول ان مرضى الجرثومة او المرضى بتوعي المعدة بيشتكوا من حمودة عالية وممكن كمان ان الفاتس اللي هي هتاخدها دي او كمية الدمون الكبيرة اللي هتدخل دي ممكن تعمل حمودة كبيرة جدا وبطنها مش هتتحملها هي نفسها هتحس للأسف بقلم مش هتقدر ان هيتاكلها احنا بنوصي الناس اللي هي عندها الجرثومة المعدة او مشاكل في المعدة ان هي بتاكل للأسف هتاكل مسلوق يعني هتاكل مسلوق اه هتاكل الاكل بتاعها يكون مسلوق مفيهوش زيت مفيهوش سمنة مفيهوش اي دهون حتى لو هي اخدت قطعة من اللحمة او قطعة من الفراغ بتحاول ان هي تشيل حتى منها الدهون خالص اه في ناس كمان بتكون بتتعيبها حاجات زي التوم والبصل فاحنا ساعتها بنقول لها مفيش توم وغصل لو حاجة فيها التوابل ده اكيد ده اكيد صح؟ انا موكلياش عمون فما عاربش سان بشم ان فيها ريحة التوم فيها توم وفيها توم اه فاحنا ساعتها هي مش هتقدر كمان اعتقد على الدسامة بتاعت الفتة فهي ممكن تاخد ساعتها رز ولو هي نفسها فيها او هي بتحبها تعمل صلصة بسيطة بدون زيت وبدون توم علشان ما تتعبلهاش المعدة وكمان التوابل من الحاجات الجامدة جدا اللي بت بتتعب المعدة بكمية كبيرة جدا لما تكون عندها مرض في المعدة او تعب القولون التوابل من الحاجات اللي بتشقلب المعدة ازاي منقول وتشقلب المريض وتخليه حاسس ان هو هطعبان نرجع للتوابل ان دي نقطة مهمة جدا كم التوابل بتتحط في اللحمة فظيعة ناخد صلط القول بس ام محمد اهلام بيك اهلا بيك يا الام محمد اهلام خضÖ история ثم عليكم وعليكم السلامة وبركاته كل سنة والطيبة محمد وحضرتك طيبة الطيبة أسأل الدكتورة غالية الدكتورة ما حركك الفضالي الفضالي اه دكتور حضرتك انت بعمل ضيط وكنت بخل عساب عمد الدكتورة وبعدين عندي المشكلة في الحرب بخص بجبان جبان 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 واي حاجة بكونها بتقصر في جسمه بزيل بشكل بتزيدي ولا بتقلي يا محمد بتزيدي في زيادة في الوقت نصح اه انا 85 اه تمام ايه 85 كيلو اه وطولك كام الطول كام يا محمد وطولي 160 160 عمرها كام العمر كم سنة السنة كم سنة 38 سنة كام 38 سنة طبعا الدكتورة اللي رحت لها قلتك ايه السبب يعني في بعض الفحوصات او التحليل التي تعملت ولا لأ لا لا تحب في تحليل او فحوصات تتعملت لما رحت عند الدكتورة ولا لأ انا عملت بس تحليل سكر عشوائي وعملت اه اه كانت في الصراع قلتلي حاجة اسمها تحليل رمونات وطلع عندي الحرق اه اصبع ليسا طلع عندك ايه يا محمد الحرق الحرق معدل الحرق معدل الحرق مالو يا محمد مالو معدل الحرق يا سيد زيكون معدوم الدكتورة وعملت تحليل هرمونات الدكتورة صفاة بتسألك عملت تحليل هرمونات ولا لأ لا لأ عملت تحليل هرمونات تقولك تحليل هرمونات سكر عشوائي بس طيب الدكتورة صفاة ترد عليك هتقولك ايه لتحليل مفروض نعملها ويهي الاسباب اللي ممكن تكون بتسبب لده شكرا جزيلا لاتصالك يا أم محمد قبل ما نتكلم على واتصاله محمد نرجع نتكلم عن نقطة التوابل الكتير من الناس فاكرة التوابل بأنواعها المختلفة وأشكالها هي طبعا بتدي ريحة حلوة للأكل وفي نفس الوقت بتدي طعم كمان في الأكل تمام ايه التوابل المفترض نحطها لو أنا إنسان طبيعي جدا يعني وما كترجو فيها ولولا أنا عندي مشاكل في المعدة زي من ناس كتير عندها مشاكل في المعدة أو عنده ضغطة أو عنده سخر يبتعب عن التوابل دي جوا الأكل تمام التوابل اللي احنا بنستخدمها عمتا هي التوابل اللي موجودة في كل بيت مصر يتعتبر زي الفلفل أصمر زي الكامون زي الجنزبيل زي الزعتر زي الكركم الكيري كل الحاجات اللي ممكن الواحد يستخدمها بس هي بتختلف في النسب المفروض أن أنا ما زودش التوابل بكمية كبيرة لأن لها تأثير طبعا على القولون دي أكتر حاجة وخصوصا النس اللي عندها اللي بقعوا الإيرتبللسندروم أو اللي هي القولون العصبي بتتأثر جدا 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 بوجود التوابل مجرد أن هي بيبقى فيه شوية توابل كتيرة خصوصا الفلفل الأصمر خصوصا الجنزبيل ممكن لا مش الجنزبيل ممكن نقول فلفل الأصمر أو باقي الحاجات اللي بتدي حرقة زي الشطة زي الناطميج اللي هي جسططيب كل الحاجات دي ممكن أن هي تأثر بسالب على القولون فببتدي إن أنا مرضى القولون العصبي خاصة بقول لهم يشيله تماما معظم البهارات من الأكل بتاعهم ممكن يسيب لهم حاجات بسيطة زي الكيومن اللي هو الكامون زي الجنجر اللي هو الجنزبيل حاجات بسيطة جدا إنما غير كده من الحاجات اللي هتعمل الريتيشن للقولون بشيلها تماما بالنسبة للأكل العادي المفروض إنه يبقى فيه توابل عشان تديله الطعم وكمان أنا ساعد بقول إن أنا ممكن أستعيد عن الملح لأن إحنا بنعتبر إن الملح الأبيض ده هو سما أبيض بقوله يحط شوية من البهارات عشان تغني عن طعم الملح بس طبعا بيبقى لها كمية ما تتحطش بكمية كبيرة عشان ما تئزيش لأن هي كمان ممكن تأثر على زي ما قولنا القولون أو المعدة ده بالنسبة للتوابل طيب لو حد عنده مرض ضغط أو سكر إيه التوابل المموعا هو يخدها؟ مرض الضغط والسكر السكر أنا ما أقدرش أقول إن فيه توابل محددة يشيلها معظم التوابل كويسة وفيه حاجات بالعكس ممكن هي تقلل لنسبة السكر في الدم زي الإرفة بتقلل نسبة السكر في الدم بكمية كبيرة والضغط ممكن أقول لو هو من الناس اللي مع الحاجات الحريفة اللي هي بيبقى فيها شطة أو بتبقى حارقة أو فيها زي الفلفل ممكن إن هو ضغط الدم بتاعه يعلى شوية ساعتها إن أنا ببطله بس فيه ده بترجع بقى للبيشنت القدامي للشخصية القدامي هل هي طبيعتها مع التوابل الحريفة؟ ممكن إن هي الضغط بتاعها أو إن هو لأ بياخدها ومتقصرش تماماً على الضغط دي بتختلف بقى من شخص للتالي كويس طيب ومحمد زي كتير من الناس بيبقى عنده مشكلة ليسهبات الوزن وزنه ثابت وأكله أليل والناس عندها اقتناع أعتقد إنه خاطئ جداً إنه الأكل الأليل بينزل الوزن تماماً شافت عمل بعض الفحصات أعتقد إن هي مش كاملة وطولها 160 ووزنها 85 كيلو عمرها 38 سنة إيه هي الفحصات اللي مفترض إن هي تكمل تعملها وإيه الحاجة اللي ممكن تكون سببت سباة الوزن أو ارتفاعه مع إن هي بتاكل أكل مش كتيراً إيه الحالة دي إحنا ممكن نقول عليها إن هي أوفرويت ممكن تدخل على بدايات السمنة مش سمنة مفرطة ممكن أقول عليها إن هي قلة الحرق ممكن تتعامل أصلاً من قلة الأكل يعني إحنا بنقول شيء أقل للأكل أنا بقول إن أنا أكل كمية محددة على مدار اليوم كله وما أكل شيء أكتر من الأكل الطبيعي هو أنا عندي حاجة اسمها مدخل ومخرج المفروض إن أنا لو أخدت مدخل أكتر من المخرج أنا هدخل لو خرقت أكتر من المدخل هخص لو اللي اتنين متساويين هيحصل لي سببت في الوزن فأنا دلوقتي المفروض إن أنا بدخله الكمية اللي أنا محتاجها على الحركة بتاعتي بس بدخلها إزاي؟ ما ينفعش إن أنا أقعد من الصبح مثلاً أصحى الساعة 8 أقعد لغاية الساعة 6 بالليل ما أقولش أنا كده بوصل الحرق بتاعي حتى لو أنا أكلت حبة صغيرة الجسم بتاعي زكي بيحس إن أنت مش قدامك أكل كتير ممكن تبقى في مجاعة ممكن تبقى في أي حاجة هو ما بيبقاش عارف إن حضرتك اللي مقلل الأكل من نفسك فهو لازم بيعمل أكوموديشن لازم الجسم بنفسه بيزبط نفسه إنه هو ما يندرش فبيخزن زي ما حضرتك بتقول مش ساعتها مش هحرق لأ إحنا عندنا إن إحنا المفروض بننظم على فطار وغدا وعشا وساعت كمان بنحط 2 سناك في النص فبيبقى عندي من 5 ل 6 وجبات في اليوم ده بالنسبة لي الهلسي بس مش معنى من 5 ل 6 وجبات في اليوم إن أنا أخدهم كلهم بنفس التساوي أو بنفس الكمية لأ كل وجبة ليها كمية محددة المفروض إن أنا ما أخدش زيادة عنها أو إلا عنها إحنا كمان بنعمل نظام اسمه نظام اللقيمات نظام اللقيمات ده معناها إن أنا بيأخد الأكل على مدار اليوم تقريبا أنا ما بسيبش المعدة فاضية أكتر من ساعتين ده كله يعمل لي إيه؟ يعمل لي رافع في آلية الحرق عندي يخليني أخص أكتر يعني نفس الوجبة بتخلاش على مرة كلها على مرتين ممكن كلها على ثلاث مرات ممكن مصر علشان كده أنا أخلي جسمي على طول في حالة حرق طيب أنا عاملة في طار وغدا وعشة بحط السناكس سناكس دي ممكن تبقى مكسرات ممكن تبقى فكهة ممكن تبقى خضار أي حاجة من النصب بس المهم إن أنا مشغلة المعدة بتعطي على طول علشان تحرق معي الحالة بتاعتها لما بتقولي أنا ما باكلش كتير وما بخصش بالعكس أنا بزيد بيجيدي فكر في حاجة من الاتنين يا إما إن هي زي ما قلنا مش منظمة الوجبات بتاعتها مع الطايم أو إن هي ممكن يكون فيه خلال خلال ده فيه خلالين فيه خلال في الغدأ الدراقية اللي هي Th 승용 بالظبط ودي لو عندها خمول فيها دي لو عندها خمول فيها يبتدي إن هي يزيد وزنها والعكس إن هي لو عندها زيادة أو نشاط في الغدأ دي هابتدي إن إن هي يحصل معيها إلا في الوزن دي شك الغدء الدراقية فيه شك الثاني اللي هو شك الهورمات الأنثوية أنا لو فيه مشكلة الماء بسا ممكن بعد الحملة والغلاية بتتلغبت شوية تمام وفي ناس عندها مرض اسمه البيسي او او اللي هو تكيس مغايد تكيس مغايد ده بيحصل فيه اختلاف او عدم اتزان في الهرمونات فانا بيحصل ساعتها ان فيه هرمون بيزيد الهرمون ده بيبتدي يعمل ايه؟ حتى الهرمون بلوكين او هرمون اللبن زاد بيزود الوزن بيزود يعمل خلل في الوزن كمان كل الهرمونات دي بتبتدي انها تعمل استورج للفات بتتخزن الدهون في الجسم المرأة وفي نفس الوقت بتقلل جدا الحر فساعتها احنا لازم بعمل لها ان هي بنصحها ان هي تروح تعمل تشك عند طبيب نيسا وطبيب غدد ان هي كل الحاجات تاعتها مستقرة ومنتظمة وما فيش اي تأثيرات من برا وبرضو هي عندها 38 سنة لازم ماكون متأكدا ان هي ما بتاخدش الكونتراسيبتف بيلز لان الكونتراسيبتف بيلز بتعمل برضو خلل هرموني بتعمل وتر تنشن بتمسك المياه جوه الجسم بتتغير الديبوزيشن بتاع الفات الدهون بتتمركز في اماكن محددة وتسيب اماكن تانية فلو كده ممكن ان انا انصحها ان هي تراجع طبيب نيسا بتاعها وتغير من الكونتراسيبتف بيلز للوب او وطيفر بقى اللي هي الحاجة الدكتور فاني النازل بتاخد الكابسولة او الاورال الاورال فبعضهم كتير اوي حتى بيقدر ينصح بهم انه اللوب الفضي او اللوب المعدني ده بيبقى افضل بكتير جدا انه ما بيلعبش فيه الدور الهرمونية في الجسم وبالتالي بيبقى نتائجه حتى كمان نسبة الحمل فيه تقريبا لا تتجاوز واحد في المية طيب نرجع نكمل موضوعنا عشان احنا تريد من وقت الفقرة بتاعنا باقي حوالي ينتهي ايه هي النصائح اللي الدكتورة صفاء لو حبت تقولنا ايه هي الوجبات الصحيحة او الصحية السليمة اللي المفترض انها تقوم موضة في كل بيت مصري ولو في حد ده هيتجاوز ايه الحاجات اللي ممكن نعملها مع التجاوز ده طيب انا اول حاجة هنصح بيها المية سمو المية سمو المية السيدات تقريبا بيبقى لها 9 كبات مية في اليوم الرجالة بيبقى لها حوالي 13 كبات مية في اليوم حاجة بسيطة جدا احنا ممكن ناخد كباتين مية قبل الاكل بربع ساعة كده هنعتبر اخدنا كمية كبيرة لان احنا ساعات كتير بننسى المية ودي بيبقى لها مشاكل كتير جدا ده هيخليني اولا ماخدش كمية كبيرة في الاكل اللي انا هاكله وتاني حاجة هيخليني صحتي هترتفع زيادة جدا ناس اللي عندها صوضاع اللي هو الامساك الناس اللي عندها حصوات اي حاجة من الحاجات دي المية دي هتحل المشاكل دي كلها تاني حاجة المفروض ان هو هيوزع الاكل بتاعه فطار وغدا وعاشة زي ما قلنا ويكون فيه 2 سناك في النص المفروض ان الفطار بتاعي يبقى فطار خفيف مايبقاش مليان بالسعرات الحرارية هنقول ان احنا دلوقتي في فترة العيد يبقى احنا داخلين على ان الغدى بتاعنا فعلا ممكن يكون دسم يعني على قدر الامكان ابعد عن حاجات الدهون الكتيرة الرؤاء اللي بيستمنا البلد الكتير على الاقل حاولي وانت بتعملي بروسسنج تقليلي كمية الدهون في الاكل وتقضي كمية صغيرة وبعد كده فيه العشاء على الاقل اخليه فاكهة وزبادي او اي حاجة خفيفة المفروض ان انا بخلي اخر وجبة قبل النوم بساعتين ماينفعش ان انا اكل في اي وقت ونام على طوام بالنسبة للسناكس ممكن احط فيها كوباية كاكاو والكاكاو ده بس يكون خام ومعاه معلقة عسل الكاكاو حلو جدا جدا للقلب وحلو جدا للصحة وحلو للسعادة لان بيطلع بيزود هرمون السيروتينين في الزاطفة بيزود السعادة ومتل الناس اللي بتبقى عاملها نظام ضايت بتبقى محتاجة ان هي حاجة تخليها في الموت شوية لان معظمهم بيصاب بالاكتير فاحنا بنوصي بكوباية الكاكاو بالعسل دي ويكون خام ويكونش حاجة بالشجر او الفاكهة او المكسرات جميلة جدا او في نفس الوقت اللب السوري برضو احنا ندخليننا على العيد ممكن نستخدم اللب سوري بس بكمية بس بكمية او لايه لا كلمة سريعة تحب تقولي استانا مشاهدين في المن سانية انا احب اقولهم اهتموا بالاكل بتاعكم اللي بيهتم بالاكل بتاعه وصحته بتبقى احسن كتير هتلاقي الناتج في نفسك وفي اولادك والأكل مش وحيش على فكرة يعني هو أنت ممكن تعمله ولكن ناخدها بالقدر الكافي ونعمله بروسسنج بالطريقة الصح بس وكل سمع هم طيبين طيبين دكتورة صفاء دكتورة صفاء حيثينا خصائد تخزي العجال مشكلة كبيركم في زيال اللي وجودك شكرا أن حضرتك جدا مشكلة في كل مكان أنا طبعا بشكركم لحسن المتابعة وكمان عايز أقول لكم أنه أنا يعني العيد فرحة وفرحة العيد مش بس في الأكل فرحة العيد فإن أنت ممكن تشوف أريبك وتشوف صحابك وتشوف أهلك وتزورهم وتتغذى معاهم مش لازم تكون كمية كبيرة كمان الفرحة الأكبر لنا بشوفها في العيد إنه لو أنت دابح وضحية وربنا أكرمك بدا أو من عليك بدا وزع أكثر بما تاكل والله جدا هتشعر بفرحة أكبر بكتير جدا من الطعام اللي هتشعر به وهو طعم هيكون وقتي الطعام هو أحد الشهوات الحياة الدنيا ولكن ما تخليش هذه الشهوة تغلب على صحتك فتدمرك أو تصيبك بمشاكل كثيرة سلس لطعام وسلس لشرابه وسلس لنفسه خلي التلت بتاعك تلت قليل اللي تلت بتاعك تلت كبير قوي يعني أحيانا إحنا بننسى تلت الشراب وتلت النفس وبنخلي كله تلت للطعام إن شاء الله بإذن الله يشوفكم في حلقة قادمة أخرى وإلى أنا ألتقي بكم مرة أخرى لكم منكم التحية والتقدير أنا خالد صار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته